موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الألماني فرانك بالترشتاين مايربي بناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية وعرب رئيس الجمهورية عن أصدق التهاني واطيب التبركات باسمه وعباسم حكومة شعب الجمهورية اليمنية لفخامته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له منفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية ألماني الصديقة التقدم والإزدهار قال محافظ محافظة الجوف الأمين العكيمي إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما عسكريا كبيرا بالجوف خلال الأيام الماضية وضف إن قوات الجيش الوطني أصبحت تطوق مدينة الحزم عاصمة المحافظة من ثلاث جهات وأوضح أنه تم استعادات جبال وصحراء جبهة الحبيل والشهلاء شرق الحزم من سيطرة الحوثيين وأشار اللواء العكيمي إلى أن عشرات الجثث من عناصر المليشة الحوثي الإنقلابية ما تزال متناثرة في تلك المناطق ومنذ أسابيع أعلن الجيش الوطني تحقيق تقدما كبيرا واستعاد مناطق من يد الحوثيين بمحافظة الجوف شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما على مواقع تتمركز فيها مليشة الحوثي الإنقلابية في جبهة المخدرة غرب محافظة مارب على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات المليشية قال مصدر عسكريون من أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكن من تحرير عدد من المواقع في جبهة المخدرة خلال هجوم خاطف أسفر أيضا عن سقوط قتل وقرح في صف المليشية الإنقلابية وأضاف المصدر أن طيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت في طريقها للمليشة الحوثية وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية منها تدمير أربع أطقم وعربتين ودبابة ومصرع جميع من كانوا على متنها تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على الدريهم جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة خاضت اجتباكات عنيفة مع مجامع مسلحة تابعة للمليشة الإنقلابية كبدتها خسائر فاتعة في العتادي والأرواح أثناء محاولة المليشة الإنقلابية تقدم صوب مواقع القوات المشتركة الشرق الدريهمي وتواصل القوات المشتركة تويه الضربات الموجعة للمليشة الحوثية جراء خروقاتها المتكرى للهدنة الأممية ولعملية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة لقي عدد من مسلحي مليشة الحوثي الإنقلابية مصرعا وأصيب آخرون إثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم من مسلح شنته عناصر المليشة الحوثية على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة أي تتمكنت القوات المشتركة من صد محاولة الهجوم على مواقع القوات المشتركة واستخدمت في الاشتباكات مختلفة نوع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتكبدت المليشة الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذا من تبقى من مسلحها بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة اشتدت المعارك بين قوات الواء الأماجد ومليشة الحوثي الإنقلابية في منطقة جماجم بمكيراس بمحافظة أبيان تخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ومدافع الهون وتكبدت المليشة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وشهدت ألسينة اللهب تندلع في مواقع المليشة الإنقلابية المدعومة من إيران وكذا مصدر عسكريون أن قوات الواء الأماجد تخد معارك شاريسة ضد المليشة الحوثية لتحرير مكيراس والانطلاق صوب تحرير محافظة البيضاء وأشار المصدر أن المليشة تتكبد خسائر فادحة وكبيرة في الأرواح والعتاد تهى الموجز نلقاكم على خير